ماذا نقرأ في تعريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الثانية 2005 ميلادي صفحة 516 لقطة مما جرى في سقيفة بني ساعدة حينما تلصص الصحابة وذهبوا كاللصوص إليها وأنجزوا مؤامرتهم اللعينة هذا جزء من الذي جرى في سقيفة بني ساعدة فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر هذه حكاية لها تفصيل إذا أردنا أن نقرأ ما قبل هذا أن أسلم قبيلة بدوية عرفت بالجفاء والغلظة ويبدو أن الجماعة قد اتفقوا معهم أن يدخلوا المدينة كي يبايعوا أبا بكر وإلا فهم قوم يعيشون في الصحراء من الذي جاء بهم إلى المدينة في تلك اللحظة وجاءوا إلى سقيفة بني ساعدة بينما الصحابة ذهبوا يتلصصون إلى تلك السقيفة حتى لا يستشعر بهم الهاشميون ومن معهم من صحابة النبي ذهبوا يتلصصون واجتمعوا هناك وعقدوا سقيفتهم المشؤومة وإذا بقبيلة أسلم بهؤلاء البدو دخلوا المدينة على حين غر من الذي جاء به برنامج مرتب أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك الأزقة فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر بالنصر على من بالنصر على علي وشيعته هذا كلام عمر بالنصر على من أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك سكك المدينة فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر أمر مبيت مدبر إلى أن يقول طبري فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة لأن سعدا كان في السقيفة أيضا لكن الرجل كان مريضا فكان طريحا على الأرض وقد رفض بيعته قتلوه بعد ذلك السقيفة سقيفة بني سعد هي التي قتلته وقالوا من أن الجن هم الذين قتلوا ورتبوا لذلك حكاية وشعرا لا مجال للخوض في تفاصيل هذه الدقائق وكادوا يطأون سعد بن عبادة وهو من شيوخ الأنصار من كبرائهم فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطأوه انتبهوا فقال عمر اقتلوه قتله الله لماذا؟ لأن سعدا رفض بيعته هذه هي الشورى التي أنتجت خلافة أبي باكر قال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه عمر قام على رأس سعد بن عبادة الرجل كان مريضا طريحا على الأرض فقال لقد هممت أن أطأك عمر يطأه لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك حتى تندر حتى تسقط تتساقط أعضاؤك حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة لو حصصت منه شعرة من عضده ما رجعت وفي فيك واضحة واضحة إنها الأسنان التي تكون واضحة حينما يتحدث الإنسان حينما يبتسم الإنسان فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفقها هنا أبلغ فأعرض عنه عمر هؤلاء هم صحابة النبي الذين يحدثنا القرآن عنهم في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه هؤلاء هم هذه الأوصاف تنطبق على سلمان على المقداد على أبي ذار ونظرائهم لا تنطبق على هؤلاء هذا هو حاله هل هذه شورى أية شورى هذه مؤامرة مدبرة واضحة وإذا كانت وإذا كانت هذه شورى وقبلنا بها إذن لماذا لم يعمل بها أبو بكر في تنصيب عمر لماذا لم يعمل بها عمر في تنصيب عثمان لماذا لم يعمل بها أحد من بني أهمية ومن بني العباس أين هي هذه أشورى في أي مكان هل هي في قصص ألف ليلة وليلة أم في حكايات أبي زيدن الهلالي في أي مكان هذه أشورى التي لم تطبق عبر التأريخ الإسلامي ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة أين هي هذه شورى إذا كان النبي وضع الشورى نظاما لحكومة المسلمين أكاذيب هذه أكاذيب ضحك على الذقون النظام الذي وضعه الله هو نظام أولي الأمر الذين طاعتهم كطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر هؤلاء هم الذين مدحوا في القرآن ولم يذموا هم القربة لأن الذي يكون حاكما على المسلمين لابد أن يكون جهة مأمونة أنا أسائل إنصافكم يا شباب السنة لا شأن لي برجال الدين ولا شأن لي بكبار السن هذه المشكلة موجودة في الجو الشيعي أيضا رجال الدين كذاب سفل كبار السن هؤلاء مخلوقات قد انتهى عمرها الافتراضي عقول متحجرة عقول هيمن الغباء عليها هذا الغباء الذي صنعه رجال الدين عبر الأجيال صار غباء موروثا صار جزءا من التكوين البشري للسنة والشيعة وإن كانت القضية عند الشيعة أقبح لذا فإن شباب السنة هكذا أعتقد من أنهم أوعى كثيرا من شباب الشيعة مخدوعون شباب السنة مثلما شباب الشيعة مخدوعون لكن نسبة الغباء المصنوع في عقولهم أقل بكثير طبقة الغباء خفيفة بخلاف شباب الشيعة فإن طبقة الغباء كثيفة هتعلمون لماذا لأن علماء السنة لا يحتاجون شباب السنة كثيرا في قضية الأموال هم يعتمدون على الحكومات وعلى العلاقات مع الأمراء والملوك علماء السنة في العراق مثلا يعتمدون على الحكومة في تحصيل الأموال وبعد ذلك يعتمدون على علاقات شخصية مع بعض التجار لا علاقة لها بالأمر الديني ويعتمدون على علاقاتهم مع الأمراء والملوك في دول الخليج أو في دول أخرى فهم يحتاجون شباب السنة لتكثير السواد حولهم بخلاف علماء الشيعة فإنهم يعتمدون اعتمادا أساسيا خصوصا ما قبل 2003 علماء الشيعة في العراق الآن سرقوا أموال العراق ولكن قبل 2003 كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على أبناء الشيعة ولذا فإنهم تخصصوا في صناعة الغباء المكثف والمكثف جدا في العقل الشيعي من هنا أعتقد من أن الشباب السنية يستجيب للحقائق بنحو أسرع ونحو أقوى من الشباب الشيعي لأن الشباب الشيعية قد عطلت عقولهم أنا أقول للشباب السني أخاطب إنصافكم الذين يتحدث القرآن عنهم بهذه الطريقة هل يكونون موردا لحسن الظن فيهم كي نجعلهم الأمناء على الدين وأهل الدين البدريون البدريون في واقعة بدر قرأت عليكم من سورة آل عمران الآية الحادية والستين بعد المئة بعد البسملة وما كان لنبي أن يغل أن يسرق لقد اتهموا رسول الله بسرقة قطيفة حمراء من غنيمة بدر هؤلاء الذين سرق بعضهم القطيفة ما اتهموا بعضهم اتهموا رسول الله كيف نثق بهم قطعا ليس كل الذين حضروا في بدر اتهموا رسول الله البعض منهم لكننا نتحدث الآن عن الصحابة بشكل عام فهل أولو الأمر يأتون من الصحابة الصحابة هؤلاء هم الذين اتهموا رسول الله يوم بدر بالسرقة وفي يوم أحد لقد فروا من ساحة المعركة وتركوا رسول الله وأول الفارين أبو بكر وعمر وعثمان وفرار عثمان في يوم أحد فضيحة فرار عثمان في يوم أحد صار علامة مميزة بين كل حالات الفرار لماذا كتب السنة هي التي تحدث بأن عثمان فر في يوم أحد ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد ثلاثة أيام لقد فر فرار بعيدا هذه الكلمة التي تتردد على الألسنة حينما يبالغ شخص بشيء ويقال له لقد ذهبت بها عريضة هذه كلمة رسول الله قالها لعثمان ابن عفان لما فر في يوم أحد وما رجع إلى المدينة إلا بعد ثلاثة أيام فلما رآه رسول الله قال يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة أي فرار هذا لقد فر فرار غريبا يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة عمر في واقعة حنين هذا البخاري أقرأ عليكم من البخاري رقم الحديث أربعة آلاف ثلاثمية واثنين وعشرين من الباب السادسي والخمسين من كتاب المغازي بسنده عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين إلى أن تقول الرواية وانهزم المسلمون وانهزمت معه المسلمون المسلمون أنهزموا في يوم حنين القرآن يتحدث عن هذا في سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين جاء فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين في أوائل الفارين أبو بكر وعمر هذا أهل بخاري يقول نقلاً عن أبي قتادة وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في الناس المهزومين فقلت له ما شأن الناس لماذا هربوا قال أمر الله هذا أمر الله ينسبون القبائح إلى الله الله ما أمركم بالفرار في سورة الأحزاب ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً حالة الفرار مستمرة وفي خيبر في خيبر في خيبر فضيحة بجلاجل فضيحة بجلاجل أنا لا أستطيع أن أغطي كل هذه الوقائع إذا سنحت لي فرصة في قادم الأيام فإني سآتيكم بكل أمهات المصادر من المكتبة السنية التي تحدثنا عن فرار كبار الصحابة في مختلف الوقائع إذا سنحت لي هذه الفرصة في قادم الأيام فإني سأفعل ذلك في أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هؤلاء كيف يثقوا به في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه عفى الله عنهم عن جرمهم في تلك الواقعة وإلا فإنهم فروا في خيبار وفروا في حنين وفروا وفروا وأقبح مواقفهم في يوم الخندق حينما عبر عمر ابن عبد ود العامر الخندق وأخذ يستهزئ بالمسلمين ويستهزئ بدينهم النبي قال لهم من أن أي أحد منكم يخرج إليه فإني ضامن له على الله الجنة أطرق برؤوسه إنها الفضيحة التي يحدثنا القرآن عنها في سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن حقيقة الإيمان كانت تتحرك على الأرض في علي بن أبي طالب فبرز الإيمان كله إلى الشرك كله كما قال سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وأهله هذا الذي يمكن أن نثق به أما هؤلاء لا يثق به لا يمكن أن يكون القرآن يقرن طاعة هؤلاء مع طاعة الله وطاعة رسوله هؤلاء لا يثق به هؤلاء الذين يلتصقون ببيت رسول الله لأجل الطعام ولأجل الحديث كما في سورة الأحزاب نفسها إلى الحد الذي كانوا يؤذون رسول الله إن ذلكم كان يؤذي النبي أنتم تؤذون رسول الله ما هذه الأخلاق القبيحة إذا ما دعاكم النبي لطعام تأتون قبل الموعد تأتون قبل الموعد وبيت النبي ما كان كبيرا جدا كان صغيرا وعائلته كبيرة كانوا يأتون قبل الموعد النبي يضرب لهم موعدا يأتون قبل الموعد وحتى بعد أن تنتهي الولمة يبقون ملتصقين بالأرض ولكن حينما فرض الله أن يدفع درهما لزيارة رسول الله لم يأتي أحد منهم مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ولا بزون ولا بزون بزون يعني هر ولا بزون حينما نزلت آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الآية بينت فضل ذلك ذلك خير لكم وأطهر لكن القوم لم يأتي واحد منهم لا أريد أن أقول من أن علي يستثنى من كل ذلك علي يستثنى من كل قبيح وعلي يذكر عند كل جميل هذا هو علي هذا علي الذي ينزه عن الرذائل وتجتمع فيه كل الفضائل هذه الجهة الموثوقة هؤلاء هم أولو الأمر هذا العنوان الأول من عناوين أولي الأمر لو كان في الصحابة من خير لما ترك رسول الله قائما يخطب في صلاة الجمعة وترك المسجد لن أقرأ إلا من البخاري من صحيح البخاري صفحة ثمانمية وثلاثة وتسعين كتاب تفسير القرآن إنه الباب الثاني رقم الحديث أربعة آلاف ثمانمية وتسعة وتسعين بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير قافلة تجارية أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي فثار الناس الصحابة الصحابة كلهم رجالا وانحساء فثار الناس إلا اثنى عشر رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إلا اثنى عشر رجلا كل الصحابة خرجوا إلا هؤلاء إلا اثنى عشر رجلا هل يثقوا بالصحابة لا يثقوا بهم رسول الله في صلاة الجمعة وهو يخطب فيهم ما إن سمعوا صوت الطبول والدفوف حتى خرجوا من المسجد الوقت يجري سريعا وإلا فعندنا الكثير من الروايات والأحاديث لكنني سأقرأ عليكم رواية ذكرها ابن شهر آشوب المازندراني الشيعي الشيعي في كتابه مناقب آل أبي طالب وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء الطبعة الثانية المصححة والمنقحة ألف وتسعمية واحد وتسعين ميلادي هذا هو الجزء الثاني صفحة مية وستة وستين نقل الرواية عن كتب المخالفين للعترة الطاهرة نقلها عن تفسير مجاهد وأبي يوسف يعقوب ابن أبي سفيان قال ابن عباس في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أن دحية الكلب وهو تاجر معروف من تجار المدينة أن دحية الكلب جاء يوم الجمعة من الشام بالمسيرة بالقافلة فنزل عند أحجار الزيت في مكان مجاور للمدينة من بقاع المدينة فنزل عند أحجار الزيت ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه كي يعرف الناس من أنه قد قدم فانفض الناس إليه الذين كانوا في مسجد النبي في صلاة الجمعة بحسب رواية ابن عباس فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم هذا يعني أن نساء النبي أيضا خرجن من المسجد إذا كانت فاطمة حاضرة للصلاة فهي لم تكن حاضرة لوحدها فهناك نساء النبي ونساء المهاجرين والأنصار فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم وسلمان وأبو ذار والمقداد وصهيب وترك النبي قائما يخطب على المنبر فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجد في تلك اللحظة فلولا الفئة الذين جلسوا في مسجدي لن ضرمت المدينة على أهلها نارا وحصبوا بالحجارة كقوم لوط مثلما أقرأ عليكم من كتب السنة أقرأ عليكم من كتب الشيعة وإن كان هذا الكتاب في الحقيقة ما هو من كتب الشيعة كتاب مناقب آل أبي طالب نقله ابن شهر آشوب المازندران عن كتب المخالفين أكثر ما فيه مأخوذ من كتب المخالفين من كتب مخالفين العترة الطاهرة لكنني مثلما أقرأ من كتب السنة أقرأ من كتب الشيعة هل نقل عن الشيعة هل نقل عن السنة لا أبالي هذه معطيات وحقائق أضعها بين أيديكم وأنتم احترموا عقولكم احترموا عقولكم ودققوا في هذه المعلومات أنا لا أفرض على أحد أن يقبل كلامي فهل يوثقوا بهؤلاء الصحابة الذين هم في هذا الحال السيء هذه الأوضاع السيئة والسيئة جدا والقبيحة والقبيحة جدا هذه تجعلنا لا نحسن الظن بها لا نستطيع أن نتصور أن الله يجعل هؤلاء أولي الأمر ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله هذا الكلام ليس منطقيا لا يمكن أن يقبل حينما نقرأ في سورة النساء في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هذه الطبيعة طبيعة الذين يكونون قلقين وهؤلاء هم الذين يفرون في المعارك الذين لا يسيطر القلق عليهم لن تكون أخلاقهم وطباعهم هكذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هؤلاء هم الفرارون أنفسهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هؤلاء هم الراسخون في العلم والراسخون في الإيمان هؤلاء هم القربى هؤلاء هم الذين عبر عنهم في واقعة الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله هؤلاء هم الذين عبر عنهم وعن سيدهم وعن أولهم من أنه الكرار غير الفرار هذا المتزن هذا الوقور عند الهجاهس هذا العظيم الذي لا تعصف به العواصف هذا الذي تقدم فقلع الباب وفتح الحصون هو هذا هذا الذي يستنبط الحقائق وليس أولئك الذين يفرون من أول لحظة في المعركة وبلغت قلوبهم إلى الحناجر لما عبر ابن عبد ودن العامر الخندق هؤلاء لا يثق بهم ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن الله سبحانه وتعالى يسلطهم على الأمة ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله يساوي فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله الذي تكون طاعته كطاعة محمد هو الذي تحدث القرآن عنه في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم هذا الذي طاعته كطاعة محمد حقائق القرآن واضحة واضحة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر